كشف مدير عامة صحة صلاح الدين الدكتور رائد إبراهيم حمد الجبوري عن افتتاح خمسين منفذا للتلقيح ضد كورونا في عموم المحافظة مشيرا إلى تسلم كميات كبيرة من لقاح فيزر من الوزارة داعينا المواطنين إلى الإسراع لتلقي اللقاح لما له من أهمية كبيرة في ضمان سلامة المجتمع من خطر وباء كورونا في محافظة صلاح الدين تم افتتاح خمسين منفذ لقاحي 14 منفذ خاصة بلقاح فيزر والمنافذ الأخرى هي خاصة بلقاح سينوفاروم الصيني ولقاح أسترازينيكا طبعا على حساب أنه كل قضاء فيه أكثر من ثلاث يعني على الأقل ثلاث منافذ تلقيحية ولقاحات سينوفاروم وأسترازينيكا بالإضافة إلى منفذ للقاح فيزر والتي ستبدأ من بعد غد بالنسبة للدور والدجيل فتتحنا المنافذ التلقيحية باشرت بتوزيع لقاح فيزر منذ ليلة أمس كذلك بقية الأقضية يوم الأربعة القادم سيكون كل الأقضية هي مستلم حصة يعني بعد استلامنا حصة كبيرة أكثر من ثلاثين ألف جرعة كحصة أولى من مخازن وزارة الصحة وكل هذه الحصة هي من لقاح فيزر طبعا نهيبوا بأهننا ومواطنين أنه يراجعون هذه المنافذ التلقيحية حفاظا على أنفسهم وعلى حوائلهم ولتقليل عدد الإصابات علما أنه في الأسبوع المنصرم هناك زيادة كبيرة في عدد الإصابات في فيروس كورونا بالإضافة إلى زيادة في عدد المرضى للإشغال السريع